وخبيرة التنمية البشرية نهاد رجل بديفتنا كمان هذا الموضوع رح نتنوله من منظار مختلف مساء الخير أهلا وسهلا فيك نهاد مساء نور رغضا موضوع حلو الليلي جدا وبيهيم الناس كتير أكيد ومثل ما سابق وذكرت مثير للجدل وخاصة هلأ رح يثير الجدل أكتر لأنه بديفتنا المدرسين أي من طاها مساء الخير أهلا وسهلا فيك بديفتنا وماجد فاروق عباس أهلا وسهلا فيك وكل واحد منكم عنده فكرة مختلفة وتوجه مختلف عن الآخر رح نعرف تفاصيله بس قبل نهاد بس نحكي عن الدروس الخصوصية سابق وسأقل الدكتور هلأ إذا هي موضة بالفعل أم حاجة ماذا تراها من وشه نظرك؟ طيب مبدئيا فكرة الدروس الخصوصية قضية بتهم المجتمع المصري يمكن من التسعينات وقبل التسعينات وطبقا للمؤسسة العالمية للتخطيط التعليمي واحد اسمه مارك براي واحد كاتب كتب بحث من 87 صفحة ويتكلم فيه عن التأثير السلبي للدروس الخصوية هي موضة ولا حاجة هي الاتنين 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 يعني فيما معناه في مجتمع المصري احنا بنقول أن كل الناس بتاخد دروس خصوصية كده بقت موضة حاجة أن في بعض الناس محتاجين فعلا دروس خصوية لشان مستواهم التعليمي أو مستوى استعابهم التعليمي أقل من مستوى الناس التانية العادية نعم فعلشان كده هي موضة وهي حالة في نفسها وانت شخصيا كيف بتشوفها؟ بتشوف سلبيتها ولا إيجابياتها أكتر؟ أنا أنا بصيحة يعني خلينا نتكلم من اتجاهين كخبير سلبيت يعني 87 صفحة اللي كتبوا في الدروس الخصية كتبوا عن سلبيتها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الشخص وعلى الطالب كل الناس تمام؟ لها مميزات طبعا بس كشخص عايش هنا كمواطن مصري شايف أن هي لها زي ما تقولي فايدة يعني لها مبرر طبعا وبعدين فيها صار فيه نوعا من المبالغة نهاد بهذا الموضوع يعني صار فيه أنه اللي عايز واللي مش عايز صار متجه للدروس الخصوصية ضروري اسألك إذا أنت كنت تاخد دروس خاصية أنت وزير وقفت وأنا عندي روعة تدائية وأنا في روعة تدائية خلاص وقفت وقفت بلاش تتكل على حالة آه بالزبط كان أفضل شوي طيب آآ أيمن أنت مدرس بقالك كم سنة؟ أنا بقالي 3 سنين 3 سنين وأي صفوف بتدرس؟ آآ مرحلية؟ آآ بدرس ابتدائي وإعدادي ابتدائي وإعدادي ماجد بقالك كم؟ أنا بقالي 14 سنة 14 سنة وإنت اللي بتاعت الدروس خصوصية آآ قبل ما أجاوب عن السؤال دا آآ أنا بشبه الدروس الخصوصية آآ شكل هرم ليه قمة وليه قاعدة نعم عشان عشان أهدي بأقدر أقدر آآ أهدم القمة دي لابد أدمر القاعدة الأول في قاعدة إن أنت برأيك إذا في ناس عم تحكي عن خلل بهذا الموضوع بيكون الخلل موجود بالقاعدة لا أريد أن نشوف الأسباب آآ نيهرف الأسباب الأول لحلة الظاهرة بقيت شيء حتمي ومنتشرة بهذا الشكل بسبب الاقتصاد التضخم ماجد رح أخذ وجهة نظرك بلكن زميلك آآ ما بيعتدوا دروس خصوصية ورافض لهذه الفكرة شو رأيك نسمع وجهة نظره ليش أيمن؟ والله حضرتك يعني موضوع البلد والماديات والاقتصاد وبعدين أنا شايف يعني كذا غلطة كذا في موضوع الدروس وقدام عيني إن المدرسين بيكبروا الطالب على الدروس والطالب لو ما خدش عنده درس بيبتدي بيتعامل معاه بوسائل آآ مش كويسة أنت شفتها بعينك؟ آآ شفتها آآ بس أقدر هالأستاذ اللي بيصطفل والبيعت الحصة يقدر يعتد دروس خصوصية لكل الطلاب؟ بيحصل بيحصل جد؟ آآ بيحصل لأيما عن طريق طبعا هو يعني حاجة كويسة لما يكون فيه بين المدرس وبين التلاميذ الحب تمام؟ آآ بس حتة الإجبار هي دي اللي ما بتعجبنيش دي أهم نقطة يعني حتة الإجبار إن المدرس ولو ما يعني ما خدش عنده درس آآ وبالفلوس اللي هو يحددها كمان المدرس كمان بيبتدي بيتعامل آآ فيه ساعات مدرسين هم الكمان اللي بيحددوا بيحددوا سعر الساعة بالزبط آآ في حال هيدا الطالب ميش قدر ياخد إمكانيته ما بتسمح له شو الطريقة اللي بيتصرف فيها الأستاذ بمحاولة إذا بدك ما أبقى إذا فينا استعملها كبيرة للإنتقام إلى حد شو بيعمل في كذا طريقة للمدرس في كذا طريقة مدرس والمدرسة كمان ما بتعرفش بيها كإدارة يعني يعني فيه ممكن طريقة مثلا الضرب الضرب بيضرب الطالب اللي ما بياخد عنده دلوس أو ممكن مثلا عشان العملية ما تبانش قوي ممكن بيسقطوا مثلا في الامتحانات أو درجات السلوك سلوك الطالب مشاغب مش مشاغب فبيبدأ إيه بيمسكوا في الحتة دي فبيبدأ وليه الأمر بيعرف حاجة زي كده فبيضطر يقولوا لا خد عند الأستاذ فلان عشان خاطر ما تسقطش وعشان مستقبلك وهي دي معامة حسب أنت اللي عم بتشوفوه على كيفة المدارس خاصة والحكومية العامة هي موجودة هو طبعا كل شيء اللي هي مميزات والعيوب هي موجودة يعني مدارش وقل مش موجودة ولكن يعني ممكن تكون متشافة وممكن تكون مش متشافة بس هي موجودة على الأرض الواقع هي موجودة الحالة دي موجودة شو رأيك من اللي عم بيقوله أنا معاه في كل اللي هو بيقوله في هالطريقة موجودة بس أستاذ رغض إحنا محناش عاوزين نعمل زي النعامة ونخفي رأسنا في الرمل وكده محناش شايفين الواقع لأ عاوزين نرفع رأسنا وشوية كده ونشوف الواقع شو بقول الواقع الواقع بيفرضها علينا أول حاجة القاعدة الهرمية اللي أنا بقولك على دي بتشمل ظروف اقتصادية تضخم اللي إحنا عايش وخاصة بلدنا كل التضخم موجود في العنى اللي إحنا موجود بيه التضخم ده والحالة الاقتصادية خلى الأب بدل ما يشتغل ثمان ساعات حسب قانون العمل بيشتغل ستاشر ساعة أوكي خلى الأم تتعامل لون بك توصلني أنا بدي أقول لاي فكرة الدروس الخصوصية يعني مضطر الأستاذي يشتغل دروس خصوصية أنا بقول لحضرتك وعلى فكرة نوه لحضرتك كماك أنا يعني أنا مش مبسوط بالدروس الخصوصية أنا ولي أمر زي ولي الأمر اللي أنا بديله أنا بفتقد إن أنا أقعد مع أولادي أو كده وكلام ده مين في الدنيا وانا زي كل المدرسين يعني صارت اللحظة بس بدي أفهم أنا شغليني صارت الدروس الخصوصية هي نوع من تجارة يعني ليست من تجارة حتى هو حجمها الأستاذ الخبير بالتنمية حدثها فيه هي ترى أي حاجة ولا موضة فجابها قال اللي اتنين مع بعض ليس التجارة قال لها حاجة ولا إحنا بنتكلم في الحاجة سواء حاجة المدرس أو حاجة الطالب للدروس الخصوصية ماجد أنت للتلميز والطلاب اللي عم تعطيهم كلهم بحاجة لدروس خصوصية ولا في منهم أنت بس تفكر بينك وبين حالك بتقول هذا ممكن أنه الطالب يستغني عن مدرس خصوصي لا يمكن يا سيدراد إحنا حضرتك عندنا ما شاء الله على مصر والله يبقى الدعو عقول وجيل جميل قوي بس نقرب نحاول نلغي الفجوة اللي بيننا وبينهم والكلام من ده حضرتك في ناس ما بتحتاجش دروس خصوصية وانا مش مع الدروس الخصوصية لفاق إكبار أو إقراح للطالب زي ما الأستاذ أيمن بي بس هيدا عم يحكي عن شي على أرض الواقع حاصل الأستاذ عم يحكي على قصص عم بتصير على أرض الواقع موجودة فعلا على أرض الواقع وكلام ده وانا ما مش معاها بس يا ترى كل اللي بيدوا الدروس الخصوصية بشكل ده هو معم لا لا على فكرة هم عم يحكي بالعموميات بالعموميات يعني عم نحكي بأستثناءات صح لا هي موجودة طبعا أه أستاذ رغض حضرتك أنا وعملت تبادل أدوار بيني وبينك وبقيت أنا الموزيع ووجهت سؤال للأستاذ أيمن بتدي دروس خصوصية ولا لا وبكل صراحة وضوح جاوبني يا ترى الرد هيكون إيه لا سأله إيه إيه أنا عملت بطاقة هو في سامع السؤال يا ترى الرد هيكون إيه حضرتك أنا يعني عايز أقول لحضرتك إن فيه فيه وسائل لحيطة الدروس الخصوصية إن أنا مثلا أنا أنا كطالب مثلا يعني مش عارف أخذ درس تبقى أعمل إيه يعني فيه كذا وسيلة أنا شايف مثلا فيه وسيلة فيه اللي هي مجموعات الدراسية ممكن أخذ مجموعات دراسية تمام آآ شايف إن أنا ممكن مثلا على أيامنا إحنا كنا بنذاكر مع زمائينا في الساكن إحنا كنا ساكنين فيه نعم وكنا بنذاكر مع بعض وكنا بندخل مجموعات وبعدين حتى الدرس اللي كنا بناخده كنا بناخده مثلا في مادة أو اتنين دلوقتي اللي بتلاقي الطالب بيأخذ دروس في كل المواد طبعا أنت كده المعلومة هجيلك سهلة يعني معلش المعلومة لما تتعبي فيها يعني بتمسك في الدماغ إنما المعلومة اللي جاية سهلة مش هتطير بصورة فلازم واحد يتعب في المعلومة علشان يسر فهي دلوقتي